لم تخطئ الكاتيوشا بضربتها فالمستهدف عراق عراق الطفل وعراق البلد وتلك ليست مصادفة فعراق حمل اسم البلاد والبلاد مقتوية بارهاب لا دولة الذي يضرب امال البلد واطفاله ونسائه وشيوخه وسياسيه الكاتيوشا التي استهدفت مقر اقامة رئيس البرلمان العراقي على ما يبدو انها تحولت من استهداف السفارة الامريكية والتي يتذرع مطلقوها دوما انهم يحملون هدفا بعيدا عن استهداف العراقيين الى استهداف السياسيين والشعب من اهل العراق وتلك محاولة خطيرة لاغتيال العهد السياسي الجديد وضرب امال البلد الذي لم يكن فيه الحلبوسي الا رجل دولة وصل كرسي رئاسة البرلمان للمرة الثانية بديمقراطية الصناديق ولم يحمل سلاحا غير سلاح الورقة التي وضعت في صندوق سيادة القانون والدستور وها هو الحلبوسي يعتذر من الطف العراق ويتبنى علاجه لم يعتذر لخطأ منه بل بالنيابة عما يفعله المخربون الذين ضربوا امن البيوت واهلها واستغلوا ثغرة العراق السياسي ليصبح العراق بالجملة والعراقي هو الضحية اما محمد الحلبوسي فقد اعلن الرد المباشر بشجاعة رجل البرلمان الاول ليدخل قضاء الجرمة ويلتق القادة الامنيين وشيوخ العشائر لتأكيد والثبات على الموقف الوطني في بناء العراق الحديث شاء من شاء وابا من ابا لفرض ارادة البلاد شعبا وسياسة تمهيدا للقضاء على فيروس الكتيوشة واصحابها اشتركوا في القناة